انطلقت فعاليات المنتدى الثاني للطاقة المتجددة في أفريقيا والذي تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتصدف مصر هذا الحدث في إطار دعمها للمبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر كوب 21 في باريس عام 2015 كما أن مصر هي عض في مجلس إدارة المبادرة وتشارك في المنتدى حضوريا وعبر الانترنت وفود رفيعة المستوى ووزراء من أفريقيا وأوروبا ونقاط الاتصال في المبادرة الحياة المؤتمر ده يعني بيدي لمصر الدور الرئيسي في تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في أفريقيا الحياة ده اكتماع في إطار عدد من الاجتماعات اللي بتعقد على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا لمتابعة تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة لأطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كوب 21 في باريس في 2015 المبادرة دي بتستهدف تركيب حوالي 300 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 و10 جيجاوات بحلول عام 2020 واللي تم فعلا الهدف الأولاني مجلس الإدارة أو المجلس القائم على هذه المبادرة هو مجلس رئاسي يتكون من الخمس أقليم الأفريقية شمال وشرق وجنوم ووسط وكل إقليم له رئيس يعني مختص يعني هو يمثل هذا الإقليم فمصر مش بس هي كانت الرئيدة في هذا الانشاء هذه المبادرة ولكن أيضا هي تمثل إقليم الشمال عندنا طبعا حاليا الرئيس ناميبيا وهو يمثل إقليم النينوب هو الرئيس الحالي للمبادرة لأنها بالتناوب ترجمة نانسي قنقر